بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في من تخلف عن غزوة تبوك وقال قال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم ورغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا فأنزل الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجب إنه هو التواب الرحيم فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا قال ما أمرت أن آخذ أموالكم فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم يقول استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم وكانوا ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا لا يدرون أيعذبون أم يتاب عليه أم يتاب عليهم فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله إن الله هو التواب الرحيم تابعه عطية بن سعيد خلاصة هذه القصة أن بعض النفر بعض الرجال من أصحاب التخلف عن غزوة تابوك وذلك أن غزوة تابوك كان المسلمون في حاجة إلى المساعدة في المال والبدن والمال والقدرة وكل شيء فمن تخلف فقد أساء في تخلفه وهؤلاء الثلاثة تخلفوا ما عندهم شك ولا ريب وإنما تخلفوا ينظرون يعني أنهم ألفوا ما هم فيه من الظلال والبراد والجو اللطيف والخضرة والفواكة ألفوها ولا حب أن يتركوها فلما تخلفوا ندموا ندما شديدا وساءت حالهم فمنهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويبين أنه لا عذر له وإنما هو كيد من الشيطان وتلاعب به الشيطان فأخر ثوبته أخروا التوبة أو بادروا بالتوبة لكن أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولها ومنهم من جاءوا يعتذرون ويوثقون أنفسهم بالسواري بالسواري المسجد الحال نبوي حتى إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين تخلفوا عن غدوة تبوك قال أطلقوهم فلم يقل أطلقوهم وإنما قال ما لهم وقيدوا أنفسهم قالوا حتى تطلقهم أنت قال أنا والله لا أطلقهم حتى يطلقهم الله جل وعلا فبقوا في هذه الأيام مع السواري مربطين ما ينزل الواحد منهم إلا لقضاء الحاجة ويأتيه أحد أوليائه وأقاربه بالطعام والشراب وقضاء الحاجة يأخذه معه وهكذا والسمر على هذا القيد عقوبة لهم وزجرا عن أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدوات اللاحقة والآتية وذلك أن التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الجهاد فرض عين يعتبر كبيرة من كبائل الذنوب وإذا اعتبرنا الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فإنه لا بأس حينئذ بالتخلف إذا وجد من يكفي فالجهاد يتفاوت من حين لآخر وبحسب الوضع فمن تخلف عن الجهاد لما ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتخلف عنه وذلك كبيرة وكذا إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنه على كل واحد منكم أيها المسلمون أن تخرجوا للجهاد فالتخلف كبيرة الثالث إذا حضر المعركة فلا يجود للإنسان يتخلف فإن تخلف اعتبر كبيرة من كبائل الذنوب وما عدا هذا يكون الجهاد فرض كفاية وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين كأن يكون الجهاد يحتاج إلى عشرة آلاف فقام في هذا الجهاد عشرة آلاف وزيادة فلا إثم على من تخلف أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو القائد على كل قادر أن يخرج فتخلف أحد فإنه يكون كبيرة من كبائل الذنوب ولذا اعتبر تخلف هؤلاء كبيرة من كبائل الذنوب حتى يتوب الله عليهم فهؤلاء المتخلفون أنواع منهم من أعلنوا توبتهم وصدقهم مع الله وأنهم لن يعودوا لهذا مرة أخرى فعقبهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم بأن منع الناس من كلامهم كالثلاثة الذين تخلفوا ومنهم من تخلف وربط نفسه بسواري المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا حتى إن الله جل وعلا هو الذي يأمر بإطلاقهم والمعلف رحمه الله بن القيم رحمه الله يذكر لنا قصة هؤلاء الثلاثة الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد ربط نفسه في عمود المسجد وقال والله لا يفك نفسه حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعارا بتوبة الله عليهم فبقوا مربطين كما ربطوا أنفسهم في المسجد أياما حتى أنزل الله جل وعلا توبتهم من عنده فتاب عليهم فحري بنا أيها الإخوة أن نأخذ من درسنا هذا موعظة ولا نتخلف عن الجهاد في سبيل الله وخاصة القادر عليه وإذا كان الجهاد جهادا في سبيل الله والمسلمون في ضعف وقلة فيجب على كل قادر أن يخرج معهم ويجاهد والجهاد في سبيل الله كما تقدم أنواع قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين وقد يكون مستحبا فالاستحباب إذا كانوا ليسوا بحاجة ما أسه إلا المجاهدين فيستحب لمن خرج أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيه وإذا كان المرء قادرا على الجهاد في سبيل الله والمسلمون في غنى عنه فلا بأس أن يتخلف ولا ضرر عليه والثالث الحالث الثالث إذا تخلف والناس في أمس الحاجة إليه فيعتبر تخلفه كفيرة من كبار الذنوب والثالث من الحالات التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله إذا خرج المرء مجاهدا ثم حضر في الصف كان أول حاضر مجاهد في سبيل الله بدون حتم وبدون لزوم عليه لكن لما حضر في الصف وجب عليها أن يقاتل لأنه إن فر وذهب في هذه الحال فإنه يقذف الرعب في نفوس المؤمنين المسلمين ويقوي أعداءهم يقولون هؤلاء فروا منا فيتسلطون على المؤمنين فالجهاد في سبيل الله أنواع وأحيانا يلزم المرء إذا حضر الصف فلا يتخلف عنه أبدا قيل كانوا عشرة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في هذه الحال في الذين ربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقيل ثلاثة فهم كل الذين تخلفوا الذين صدقوا مع الله ورسوله تاب الله عليهم أما من لم يصدق وإنما تعذروا عذرا لا صحة له فالله جل وعلا وكل أمرهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم عذرهم وإن كانوا غير صادقين أما من صارحوا في أنه لا عذر لهم فهؤلاء عاتبهم الله وعاقبهم لأنه يريد جل وعلا أن يصلحهم ويحسن أحوالهم إذا تابوا إلى الله جل وعلا وصبروا على ما أصابهم كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه خطاب من ملك خسان قال هذه مصيبة لو كان الرجل عنده شيء من النفاق لفرح بهذا الخطاب وذهب إلى ذلك الرجل ليعززه ويكرمه قال هذه مصيبة أن أذهب وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على عداء وأذهب إلى ملك الغسان ليكرمني ويعطيني ويواسيني هذه مصيبة عليه فلم يفعل ذلك واتجم مستة النور النار المحرقة وقذف فيها الأوراق التي جاءته من هذا الملك حتى لا يخطر على باله أن يذهب إليه أبدا آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اعترفوا بالذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خلطوا الجميع العمل الصالح والعمل السيء في حال واحدة يعني عندهم شيء من الإيمان والثقة بالله والخوف من الله وعندهم شيء من النسيان والمعصية والتساهل فأراد الله جل وعلا أن يؤدبهم ويعلمهم أن التوبة لابد أن يكون المرء صادقا فيها وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالح وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وعسى هذه إذا جاءت من الله جل وعلا فهي واجبة يعني أن الله سيتوب عليهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله توبتهم قالوا يا رسول الله هذه أموالنا كلها نتصدق بها نعطيك إياها يا رسول الله وعمل فيها ما شئت صدقة منا لله لأجل توبته علينا فقال عليه الصلاة والسلام لا أقبل أموالكم ورد عليهم الأموال حتى نزل عليه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صل عليهم يعني أدعو لهم واسأل لهم المغفرة من الله جل وعلا فهو عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة بما ينفعهم وما يأمرهم الله جل وعلا به فهو لما نزلت هم فرحوا بذلك وتصدقوا بكل ما يملكون رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام لن أقبل المال لما نزل عليه قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أخذ شيئا من أموالهم تطهيرا لهم عليه الصلاة والسلام نعم فأخذ من هذا أن من أسأساة بالغة فيحسن منه أن يتصدق بصدقة يعلم الله جل وعلا صدقه بالتوبة فإذا أسأت ولو لم يعلم عنك أحد فبادر بالصدقة لأن الصدقة تتعين على التوبة الصادقة فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه غزوة تبوكي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم لأنها في السنة التاسعة وهو توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشرة فيحسن بالمرأة أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بها فإنها تعاليم قيمة ودروس نافعة مفيدة وخشية من الله جل وعلا وتوجيه رباني للأمة قاطبة لمن وفقه الله جل وعلا فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق ولكنها هنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنهم كانت تحرمه وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولان وذكرنا حجج يقول من الفوائد التي تستفاد من هذا أن القتال في الشهر الحرام منسوخ قال قائل الله ليس منسوخ ولكن القتال في الشهر الحرام جائز مع أهل الكتاب مع اليهود والنصارى دون العرب لأن العرب هي التي تعظم الأشهر الحرم وأما من عداهم فلا يعظمونها نعم وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال قولين وذكرنا حجج الفريقين ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة يعني أن الإمام عليه أن يبين للأمة ما يخيفهم ويبين لهم الأمر الواقع على ما هو عليه ولا يقول لهم كما يقول في سائر الغزوات إنا نذهب قريبا أو قبل نجد أو قبل مكان كذا وكذا بل كان صرح لهم بذلك قال قتالنا هذا في تبوك وتبوك كانت حدود أهل الكتاب كان أهل الكتاب فيها وراءها فإذا خرج وصل إلى تبوك فمعناه أنه أوثق نفسه وربط نفسه مع أهل الكتاب إما أن يقاتلهم بقوة وشجاعة وإما أن يقتلوه ويأخذوا على يده ومنها بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى تبوك يعرفوا ذلك لأنه كان في الغزوات السابقة إذا أراد نجد بدأ يسأل عن طريق مكة وإذا أراد قوما في طريق مكة بدأ يسأل عن طريق نجد وكذا ليعرف الناس يموه ليوري الناس أنه يريد كذا وليس يريد هذا ليس يريد هذا فلما أراد الغزوة عليه الصلاة والسلام لفتح مكة بدأ يسأل عن طريق نجد وإن يذهب ليبي كذا وإن يذهب كذا وإن يذهب كذا حتى يستشعر بعض الناس أنه يريد نجد بينما هو يريد مكة عليه الصلاة والسلام فإذا ورّاهم بذلك يعني يكون عندهم خفى في الأمر عشان ما ينتشر الخبر لكنه عندما عراد غزوة بوك قال طريق تبوك وإن الماء وإن كذا وبين لهم أنه يريد غزوة بوك فقال قائل منهم يا رسول الله ليس الوقت وقت غزو لتبوك وإنما يحسن أن تنتظر حتى يبرد الجو ويكون المرء يصبر على الجوع والعطش والدواب تجد ما تأكله وترعاه وهكذا لكنه كان عازم عليه الصلاة والسلام على التوجه إلى تبوك لأنه لو لم يتوجه إليهم لجيشوا الجيوش وجاءوا إلى المدينة وغزوها فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يخيفهم وهم في أماكنهم فخافوا منه صلى الله عليه وسلم وإن كان الصحابة رضي الله عنهم ليس بهم قدرة تام على القتال للخارجين عن الدين الإسلامي ليس عندهم القدرة على قتال أهل الذمة أو خارج أهل الذمة أو اليهود والنصارى لأنهم ليس بهم قوة فأراد أن يخيفهم عليه الصلاة والسلام ويشعرهم بأنه قوي ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه ولا يشترط في وجوب النفير تعين كل واحد منهم بعينه بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه وهذا أحد المواضع التي يصير فيها الجهاد فرض عين والثاني إذا حضر العدو البلد والثالث إذا حضر بين الصفين يقول رحمه الله إذا حضر إذا جاء أمر الإمام لا يتخلف أحد فلا يجوز لمسلم أن يتخلف عن الإمام ما دام وقادرا على الخروج للجهاد في سبيل الله ما دام أنه قادر فلا يلز من يقول يخرج فلان 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 لا إذا قال لا يتخلف أحد لازم كل من حضر أن يخرج للجهاد في سبيل الله وهذا أحد المواطن التي يجب فيها القتال ويكون الخروج فرض عين فرض العين واجب على كل أحد وفرض الكفاية يجب على القادر ولا يجب إذا خرج من يكفيه والحال الثالثة إذا استنفر الإمام الناس كلهم وجب عليهم أن يخرجوا الحال الثالثة إذا حضر العدو إلى البلد التي فيها المسلمون فيجب على كل إنسان قادر أن يقاتل في سبيل الله متى يتعين القتال في ثلاث حالات إذا حضر العدو إلى البلد أو إذا استنفر الإمام المسلمين قال لي أتخلى منكم أحد أو حال الثالثة إذا كان حال القتال مع المسلمين خارجا إذا حضر مع الصف للقتال في سبيل الله فلا يسعه أن يتخلف لأن تخلفه في هذه الأحوال يضر المسلمين عموما يضر المسلمين عموما فلا يجود لأحد أن يتخلف وأما ما عدا هذا فلا يخلو إما أن يكون فرض كفاية إذا خرج من يكفيه سقط الإثم عن الباقين وإما أن يكون مستحبا إذا تكاثر المسلمون وقووا على عدوهم ومنها أجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزى فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله ولا ينتصر إلا بالعدد والعدة فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى نعم هذه من الأحوال التي يجب على المسلمين أن يجاهدوا فيها بأموالهم فإذا كان المال عصب الحياة والمال هو النفقة التي ينفقها المجاهد في سبيل الله والمال هو الذي يشترى به السلاح والمال هو الذي يشترى به الرجال ويعطون نفقة أمس قروجهم وهكذا فيجب على المرء أن يبذل ما له في سبيل الله وقد قدم الله الجهاد في كل الآيات سوى آية واحدة قدم الجهاد بالنفس والصحيح أنه يقدموا المال والمال أحوج المال أحوج فالمال يشترى به الاعتاد والسلاح ويشترى به القوة والنفس قد لا تكون مقادرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين الجهاد بأموالهم وأنفسهم الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لهم الفضل العظيم والزكاة والطهر فحلي بنا أن نبذل بعض المال لإخواننا المجاهدين في سبيل الله وخاصة مع الذين يجاهدون الكفار أما الذين يجاهدون في حال الشك والريب والمتابعة وغير ذلك فهذا لا يجود لنا أن نبذل لهم شيئا من المال خشية أن يصرف في قتال المسلمين ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وسبق به الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وكان قد أنفق ألف دينار وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك أنه أنفق الأموال الطائلة للجهاد في سبيل الله مع خروجه رضي الله عنه مع المجاهدين فهو أنفق الأموال الطائلة ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان بعد ما فعل بعد اليوم يعني وإن حصل منه زلة أو خطأ فإنها مغفورة له بسبب جهاده في سبيل الله بأمواله العظيمة فقد أعطى المال الكثير للجهاد في سبيل الله فعثمان رضي الله عنه بدل الأموال الكثيرة الرخيصة الغالية في سبيل الله لإعلاء كلمة الله رضي الله عنه وعرضاه ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد فهذا العاجز الذي لا حرج عليه فالعاجز نوعان عاجز بالدعوة يدعي أنه عاجز هذا لا يعذر ولا يعتبر عاجزا أما إذا عاجز عن الدعوة عن القيام بالجهاد وبين هذا وراجع نفسه وحاول أن يجاهد بقدر الاصطاعة فلم يقدر فالله جل وعلا يعذره فالعذر لا بد أن يكون له مسوّغ مسوّغ بعدم المال أو عدم القدرة في الجهاد في البدن ونحو ذلك ومنها أي من الفوائد استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم وكان صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه بضع عشر مرة وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي تخليف الإمام لمن يتولى أمر المسلمين إذا قادر البلاد وبعد عنهم فلا يسوق لهم أن يراجعوه في سفده وإنما يراجعوا خليفته وخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه غزوات كثيرة لأنه لا يستطيع الجهاد في سبيل الله بنفسه هو أعمى رضي الله عنه وإنما يأمر وينهى ويوجه المسلمين رضي الله عنه وأرضاه فاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الغزوة على أهله وذويه عليه الصلاة والسلام لأن السفرة هذه بعيدة ويخشى منها أن لا يرجع إلى أهله فقال كن يا علي خليفتي في أهلي وولدي فاستخلفه صلى الله عليه وسلم لما قال المنافقون الذين لا يتركون أحدا إلا يتعرضون له وخاصة المؤمنين من الناس قالوا خلف علي لأنه استثقله ولا يريد أن يخرج معه فخلفه فسمع علي رضي الله عنه بذلك فخرج مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هؤلاء المنافقون يقولون إنك خلفتني استثقلتني وكرحت رفقته إياك فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعد خشية أن يؤخذ بقوله من منزلة هارون ومن موسى بأنه نبي فقال لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام فقنع رضي الله عنه وعاد والسولى على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليهم وأدى ما يجب لهم رضي الله عنهم أجمعين ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أهلي وأهلك لأنه رضي الله عنه زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواز الخرص للرطب للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع والعمل بقول الخارص وقد تقدم في غزاة خيبر وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة النبي صلى الله عليه وسلم مر بحديقة امرأة من المسلمين وطلبت أن يخرص لها تمرها فقال هو كذا وكذا فخرصها صلى الله عليه وسلم وأخذت بهذا الخرص فالرسول صلى الله عليه وسلم يخرص ويعطيهم البعد بأن هذا المال كذا فيخرصوا ويعطيهم ويأخذون الزكاة على قدر ما خرص صلى الله عليه وسلم ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر ناقة وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا يرد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العطق عليها بادية لا تشتبه بغيرها ومنها أن الماء قد يكون الماء نوعا الماء كله شكله واحد وكله من البئر لكن هذا البئر حكم صلى الله عليه وسلم بنجاسته ولا يجوز أن يؤخذ منه للوضوء ولا للشرب ولا لعجنين ولا لغير ذلك بخلاف الآخر فيجوز أن يؤخذ للعجين والشرب وذلك أن بئرا ناقة طاهر نظيف حسن وما عداه فليس بطاهر ولا نظيف ولا حسن فأمر صلى الله عليه وسلم بتركه وهكذا يكون الماء أحيانا طاهرا نظيفا مفيدا وأحيانا يكون نجيسا وإن لم تمسه نجاسة وإنما التنجيس والطهارة من الله جل وعلا ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها بل يسرع السير ويتقنع ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا ومنها أنه ينبغي للمسلم إذا دخل ديار المغضوب عليهم أو دخل ديار النصارى أو اليهود فلا يدخلها إلا في حال بكاء أو يتباكى لألا يصيبه مثل ما أصابهم فيحسن بالمر أن يستذكر أن هذه ديار المغضوب عليهم فيبتعد عن أفعالهم ووقالهم ويجتنب الديار التي فيها الغضب والشهادة بالشرك أو غير ذلك من البلاد ويتجنب البلاد المغضوب على أهلها ويتخذ منهم وقاية لنفسه ومن هذا إسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منا وعرفة فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه وادي محسر والوادي بين منا وعرفات والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه ولم يتوقف فيه ولم يبت فيه ولم يجلس فيه لأنه بلد مكان غضب الله فيه على أهله يوم الفيل هو الوقت الذي أنزل الله فيه العذاب على أهل الفيل وذلك أن أبرهة أرسل جيشا عظيما لقتال أهل مكة وهدم الكعبة فقبل موجود النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبرهة فقال أيها الملك الأمير أنتم مررتم برعيتي وإبلي فأخذتم منها شيئا عظيما فأريد أن تأمر الجيش بإعادة إلي قال وهذا الذي تطلب مني أنا جئت لهدم الكعبة والكعبة عزك وشربك فيها فأنا أمر بهدم الكعبة وأنت تسألني الإبل التي أخذت منك أعطوه إبله وستنقصه أبرهة فأعطوه الإبل وذهب وقال له الأمير يقول كذا وكذا كيف تأتي تسألني الإبل وأنا جئت لهدم الكعبة ما سألتني الإعراض عن الكعبة أو تركها أو تعزيزها أو نحو ذلك قال عبد المطلب كلمته المشهورة أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه أنا رب إبلي أنا صاحب إبلي وأبلي في حاجة إليها والبيت له رب يحميه هذا إيمان من عبد المطلب بأن البيت سيحمى بإذن الله فلما توجه لحدمه أعطوه إبله ولما توجه أبرهة على الفيل العظيم ليهدم الكعبة تراجع الفيل توقف وكلما ضربوا الفيل يريدون توجه إلى مكة توقف وإذا ضربوه يذهب يمينا أو شمالا أو يسارا أو خلفا رجع مشى معهم لكن للكعبة لا حتى أنزل الله عليهم ما أنزل في كتابه في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون وذلك أن الله جل وعلا أرسل هذه الطير بعدد الجيش ما تخلى منه أحد أرسل مع كل طائر ثلاثة حجارة مع كل طائر ثلاثة حجارة الثلاثة الحجارة ثلاثة أشخاص وهكذا فلم ينجو منه أحد إلا واحد نجأ هرب فنجأ وظن أنه سلم وليس بسليم فالطائره يتابعه حتى يستقر ويؤدي الرسالة فلما وصل إلى اليمن وبلغ ما الذي حصل قال حصل كذا وكذا وأنا هربت وسلمت لما قال هذا الكلام وأنا سلمت نزل عليه حجره فأراهم كيف قتلهم من الله جل وعلا ترميهم بحجارة من سجير فجعلهم كعصف معكول هذه قصة أصحاب الفيل وأصحاب الفيل جاءوا لهدم الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها كالتوطئة بأن الله جل وعلا سينقذ بيته وإلا فأهل الكتاب أطيب من أهل من قريش من صاح أصحاب البيت أصحاب مكة أطيب منهم وأمكا وأرضى لله لكنهم يريدون حدم البيت والبيت يبقى بإذن الله معززا مكرما في الجاهلية وفي الإسلام فأنزل الله جل وعلا ألم ترى كيف أعرف على ربك بأصحاب الفيل بعد فترة طويلة أنزل الله هذه الآيات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أنقذ البيت من أهل الفيل كما أنقذه منهم لما أرادوا الفتك بالبيت وقضاء عليه ومنها أن النبي صلى الله عليه وهي قصة أصحاب الفيل لا علاقة لها بقصة تبوك أو غدوة تبوك لكنها على مثالها على مثالها فالله جل وعلا أنقذ البيت ممن أراد هدمه لبقائه وليبقى معززا مكرما ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم وذكرنا علة الحديث ومن أنكره ولم يجيء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة وقيل لأجل السفر الطويل كما قال الشافعي وأحمد وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم الثاني من ما حصل في غزوة الظهر الجمع بين الصلاتين في وقت واحد بعض العلماء يقول لا يسوق جمع التقديم ويسوق جمع التأخير والصحيح أن جمع التقديم وجمع التأخير كله جائز وأن على الإمام أن ينظر في الأنسب له إن سار قبل دخول وقت الأولى فلا يجمع جمع تقديم وإن كان مسيره بعد دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع تقديم يصلي الأولى والثانية ثم يرتحل معنى هذا أنه لا يسوق أن يجمع جمع تقديم قبل آذان الظهر فإنما يسوق بعد الظهر إذا سار من مطريء من مكانه الذي هو فيه قبل الظهر فلا يسوق له أن يجمع جمع تقديم أما إذا سار بعد أن أزوه بعد دخول وقت صلاة الظهر فله أن يجمع جمع تقديم وأما جمع التأخير فهو جائز مطلقا ومنها جواز التيمم بالرمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره من الفواعد التي حصلت في غذوة تبوك أن التيمم يجوذ في الرمل الرمل يختلف عن التراب التراب فيه قبار والرمل ليس فيه قبار فقال يجوذ التيمم بالرمل كما يجوذ بالتراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقل التراب من مكان إلى مكان لأنه يعلم أنه سيمر اليوم واليومان وليس هناك في الأرض تراب يعني كله رمل والرمل نظيف فيشعر بأن هذا لا يسوغ تيمم به والصحيح أنه يجوذ التيمم بالرمل وبالتراب وبالحجارة وبكل ما فيه قبار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة